اشتركوا في القناة واقع قريش ويبحثون عن الحقيقة حقيقة هؤلاء الأربعة هم ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة الثاني هو عبيد الله ابن جحش الثالث عثمان ابن الحويرث والرابع زيد ابن عمر ابن نفايل بحثهم في الأديان وبحثهم عن الحقيقة في ظل رفضهم لواقع قريش القصة بدأت عندما اجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند أحد الأصنام كانوا يعظمون ذلك الصنام وينحرون له ويعكفون عنده وحقيقة يدينون بهذا العداد وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوما فخلص منهم أربعة نفر نجيا ثم قال بعضهم لبعض تصادقوا ليكن بعضكم على بعض قالوا أجل وهم ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب وعبيد الله ابن جحش وهذا عبيد الله ابن جحش حقيقة أمه هي أميمة بنت عبد المطلب وعثمان ابن الحويرث ابن أسد ابن عبد العزة وزيد ابن عمر ابن نفيل ابن عبد العزة أيضا هؤلاء الأربعة إخواني قال بعضهم لبعض تعلمون والله ما قومكم على شيء لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم فما هذا الحجر الذي نطوف به لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر أن يضر ولا يقدر أن ينفع يتكلم عن الأصنام يا قومي التمسوا لأنفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم على شيء فتفرقوا في البلدان كل يلتمسوا الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعونا نبحث اليوم إخواني ما الذي توصل إليه كل واحد من هؤلاء الأربعة نبدأ بورقة ابن أما ورقة ابن نوفل فاستحكم في الناصرانية واتبع الكتب أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب أما عبيد الله ابن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ومعه زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة فلما قدما إلى الحبشة تنصر وفارق الإسلام حتى هلك ومات على ناصرانية ورد أن هذا ابن جحش كان يستهزئ بعد أن تنصر يستهزئ بالصحابة في الحبشة ويقول لهم أنا أبصرت ولم تبصروا وبقيتم عميان إلى آخري هذا الكلام من الاستهزاء ابن سحاق وقد خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعده على امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب قال وحدثني يروي طبعا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها إلى النجاش عمر بن أمية الضمر فخطبها إليه من النجاش فزوجه إياها وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار أما ابن الحويرث فقد تنصر وذهب إلى قيصر الروم أما زيد بن عمر بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية مع أنه كان يعلم هاتين الديانتين وفارق قومه فاعتزل الأوثان والميت والدم والدبائح التي تذبح على الأوثان نهى عن قتل البنات وأد البنات وقال أعبد رب إبراهيم وباد قومه يعيب عليهم ما هم عليه كان يدعو ويعيب على قومه ما كانوا عليه من الشرك تقول أسماء بنت أبي بكر لقد رأيته زيد بن عمر بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري ثم يقول اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه ثم كان يسجد على راحته رواية عن سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل وعمر ابن الخطاب وهو ابن عمه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتستغفر لزيد بن عمر قال نعم فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده إلى هنا نقف إن شاء الله وإلى لقاء آخر في لقاء متجدد من هاشم وسلم وموضوعنا في الحلقة القادمة صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر